إن شاء الله. طب أنا عايزة أسألك شايف الاختبار الحقيقي الموسماني بقى مع نادي الأهلي هو الموسم ده يعني إحنا بنبدأ بقى مشوار أفريقيا من أوله ولا شايف خلاص هو عدل الاختبار ده بعد التتويق وبطولة أفريقيا وكاس مصر والله كل مدير فاني تحطف تجارب مرة واثنين وثلاثة وبتقيم مرة واثنين وثلاثة وبينجح في اختبارات وبيفشل في اختبارات أو مش بيشفل يعني بيبقى التقييم للناس للمدير فاني أو مسر المسلماني بيختلف من المباراة الأخرى أو من البطولة الأخرى لكن طبعا هو أخذ نسبة كبيرة جدا من الجمهور النادي الأهلي بيحبه طبعا لأنه جبنانا بطولة كنت مهمة جدا لجمهير النادي الأهلي بعد فترة طويلة جدا ومكسب نادي الزمالكة اللي هو الخصم التقليدي في مصر بطولة كنت حلوة جدا أساعدت كل جمهير النادي الأهلي طبعا دي وصلت جمهاريته اللي جوه قلوك طبعا جمهير النادي الأهلي بقت حاجة كبيرة جدا السنة دي لسه في مشوار مشوار كتيرة دوري كاس العالم الأندية كاس مصر كاس السوبر حاجات كتيرة هيتحط فيها أتمنى إن شاء الله يقدر يجيب أكتر عدد من البطولات للنادي الأهلي لفترة الجاية ومرضو مش هقول التوفيق لأن التوفيق دي عامل مهم جدا وأنا شايف إنه هو يعني سبحانه الله يعني الله أكبر يعني مش عايز أحسده هو عنده نسبة كبيرة جدا من التوفيق من ساعة ما مسك الفرقة جاله وبعض البطولات يعني الحمد لله ربنا وفقه فيها برضو مش هنكر دور المجلس الإدارة اللي عامل فرقة بصراحة محترمة بشكر كابت الخطيب مجلس دراء السوز عامري فاروق الناس بصراحة مجلس ما سابوش حاجة في الفرقة اللي ما تعاملت عاملين فرقة محترمة بتقدر تحافظ على البطولة السنية دي كمان وناخد البطولة العشرة نتمنى إن شاء الله الفترة الجاية أن المجلس ده يكمل وياخدوا كده قرار بإذن لكابت الخطيب يقدر يكمل لفترة تانية لأنه فعلا يستهلوا لأنه جاولنا حاجات كويسة جدا ومش بس على مستوى كرة القدم يا كابتن يعني كمان تأكيدا على كلامك آه آه يعني رياضات الأخرى برضو شايفين إنجازات كبيرة قوي تحت طبعا قيادة طبعا مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب أنا من صغري وأنا عاشق لكابتن خطيب مش سيبك من كرئيس نادي الأهلي كلنا أسطورة أنا بحبه كشخصية كده من صغري وأنا يعني اتولت وأنا بحب كابتن خطيب هو اللي حبيبني في نادي الأهلي وهو حبيبني في الفرقة وكت باعي لما كان بيخرج يعني كابتن خطيب بالنسبة لي تحاجة كبيرة جدا بالنسبة لنا يعني شخصيا يعني فأتمنى له إن شاء الله التوفيق وربنا يدي له الصحة وطولة العمر والمجلس كده يكونوا إيد واحدة يجبه لنا بطولات ويفرحونا دايما يا رب طب مباراة السوبر الإفريقي هتبقى مع نهضة بركان فريق قوي يا كابتن يعني زي ما الرجاء فريق قوي والوداد فريق قوي شايف إزاي حظوظ النادي الأهلي في المباراة دي بصيب المباراة صعبة جدا فرقة نهضة بركان مسلمين وعلى بعد بيوصلوا لنهاء البطولة خدوا البطولة للمسلم اللي فات بس أنا كنت شايف إن هو مباراة بيرمز دي كان هم يعني بيرمز كان الأفضل بس هم يدروا عندهم الخبرة الأكتر من بيرمز إن هم يحسنوا البطولة وظل حصل فعلا هو كان المفروض إن البطولة تتلعي في مصر ما عرفش إيه اللي حصل وكانت نقل تعمل في الإمارات أو في قطر هو آخر كلام كان قطر ده الغريب ما عرفش إيه سبب هو كان من البداية إنه مفروض في العقد إن هو المباراة تقام في قطر بس بقالها سنتين يا كابتن بتقام في أرض محايدة يعني في قطر بعدين الكلام تقال إنه هي هتكون على ملعب أو في مصر يعني في القاهرة وبعدين كان فيه احتجاجات كتير من جنب نادي نهضة بركان عايز أولي برضا نهضة بركان أو المغرب ليهم يعني عظمة قوية في الاتحاد الأفريقي وده اللي كان بين الفترات اللي فاتت فهنشوف كده الموضوع هيوصل لغاية إيه بس النادي الأهلي برضو موضوع ده مدايق ناس كتير أكيد بس برضو هرجع أقول لك النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي وامكانات النادي الأهلي امكاناتها كلعبة لا تقدر توصلنا لناخد البطولة دي بسهولة جدا عندنا هدف زي ما يقول حضرتك بطولة ورابطولة عايزين نوصل زي ما كنا وقت من الأوقات أكثر الأندية تتويجا في البطولات القرية دلوقتي فيه أندية سبقيتنا بس عايزين نرجع احنا للموضوع ده تاني إن شاء الله بإذن الله ونبقى أكثر الأندية تتويجا كاس العالم أندية عايزين نستمتع آه مش ما نفكر نحن ناخد البطولة بس عندين طول عمرنا الحمد لله بنروح البطولة ونقدي أداء جميل جدا ليه ما نفكرش ناخدها يعني في ظل طبعا يعني بصي احنا بالنسبة لنا أداءنا الحلو اللي حصل بكده زي في جيل أبو تريكا وبركاته خدنا مركز التالت آه كون ناس كنت مبسوطة جدا أكبرنا كنا ناخدين البطولة فأتمنى إن شاء الله أن أقدي نفس الأداء وجمهور النادي الأهل الزواق يعني النادي الأهل الزواق أن هو يعني سيبك من البطولة لأ لما يشوف فرقته بتلعب كرة حلوة قدام أندية كبيرة جدا طبعا قدام بارن مونخة قدام أي فرقة لا دي بتخلينا أنا ببسوطيني إيه رأيك في بارن مونخة الفترة دي آه طبعا بطيبة؟ آه بصومش طبعا مش نتايجه مش زي مفنش بطولة أوروبا وفوزوا على برشونة سبعة كانت تمانية آه تمانية 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 دي وجعتني أوي كافت أنا برضو بشكع برشونة آه تمانية بس يعني أتمنى إن شاء الله إحنا العدة بارميوريخ ماتش ودي افتكارين لما كان بركات جاب هدف خسرنا 2 واحد نتيالي أدينا مباراة جيدة جدا في آخر دقيقة جب وفينا جون في آخر دقيقة أتمنى إن شاء الله بإذن الله نأدي مباراة كويسة في البطولة دي وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله نأخذ مركز كويس مع بطولة السوبر مع الدورة السلادي يا رب مع كاس مصر فاكر ساعتها كافتن مستر جوزي قال إيه قال الفرق كلها بتلعب والألمان بيكسب هو الألمان تول عمره كده لو فكرت الكرة بآخر خمسين سنة شو في ألمانيا وست نايا كاس علام كمار آه هو أداءهم مش ممتع مش الناس بتتفرج ما بتشجعش ألمانيا يعرفوا يكسب لكن الألمان معرفين طب أنت مع الكوريا دي كابتن لو أنك تكسب وتبقاش مؤه لا 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 مش بتمتع كوه أنا بحب استمتع زي كرة البرازيل كرة الأرجنتين كرة أسبانيا ناس اللي بلعبوا كورا بحب استمتع بكورا